السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم على آناتنا لتعليم مع فيديو جديد في مادة الرياضيات المستوى الثالث صفحة 85 الدرس 21 عنوان الدرس طرح الأعداد الكسرية إذن في هذا الدرس سنتعرف على طرح الأعداد الكسرية التمرين الأول من البحث والانطلع إذن بداية مع التمرين الأول اشترى رب أسرة دراجة نارية دفع 1 على 6 ثمنها عند طلبها و2 على 6 عند تسلمها أليف أتميم تمثيل الوضعية إذن هذا رب الأسرة اشترى الدراجة دفع 1 على 6 ثمنها عند الطلب إذن سنمثلها 1, 2, 3, 4, 5, 6 إذن 1 على 6 أي جزء 1 من 6 أجزاء هذا دفعه عند طلبها ودفع 2 على 6 عند تسلمها أي جزء 1 عند تسلمي الدراجة باء لنحسب العدد الكسري الذي يمثل البائي أداؤه كأسر إذن سنمثل العدد الكسري الذي يمثل البائي أولا سنمثل سنحسب العدد الكسري الذي يمثل المجموع إذن دفع 1 على 6 عند طلبها و2 على 6 عند تسلمها إذن سنحسب هذا المجموع إذن 1 على 6 هنا لدينا 2 على 6 إذن 8 مقصم إلى 6 نكتب 6 في المقام عدد الأجزاء التي دفعها 1, 2, 3 إذن نكتب 3 العدد البائي هو إذن لدينا هنا 6 على 6 كوحدة إذن هذه الأجزاء مقصمة إلى 6 إذن 6 على 6 نائز 3 على 6 تسلمي لدينا في المقام 6 نكتب 6 6 نائز 3 أي 3 أو نحسب هنا الأجزاء الغية ملونة 3 ونكتب 3 نختزل إذن العدد الكسري الذي يمثل البائي هو العدد الكسري الذي يمثل البائي إذن هو 3 على 6 نختزل 3 على 6 تسلمي 3 ضرب واحد و3 ستة 3 ضرب إثنان نختزل 3 فتسلمي 1 على إثنان أو نستعمل الإسماء نقصم 3 على 3 تعطينا واحد و6 على 3 تعطينا إثنان وننصع إلى التمعين الأول ألاحظ المثال وأنجز إذن لدينا هنا 5 على 5 نائز 1 على 5 نكتب في المقام نفس العدد الذي هو 5 ونكتب البست نائز البست أي 5 نائز 1 إذن تساوي 4 على 5 سننجيز العدد الثاني بنفس الطريقة إذن لدينا 4 هنا في المقام وهنا في البست 4 نائز 1 نكتب 4 نائز 1 تساوي 3 أي 3 على 4 هنا لدينا في المقام 7 وهنا لدينا 5 نائز 4 نكتب 5 نائز 4 إذن لدينا في المقام 7 5 نائز 4 تساوي 1 هنا لدينا في المقام 6 في البست لدينا 5 نائز 1 في المقام 6 5 نائز 1 4 إذن لدينا هنا في المقام 8 وهنا لدينا سبعة نائس أربعة إذا سبعة نائس أربعة سعطينا ثلاثة لدينا هنا في المقام تسعة وهنا لدينا تمانية نائس ثلاثة إذا تمانية ننضح منها ثلاثة سعطينا خمسة ننطع إلى التمرين الثاني أحير فرق العددين الكسريين من بين هذه الأعدد إذن العدد الكسريين التي لدينا هنا نجيز العدد الكسري لدينا سبعة على تسعة نائس ثلاثة على تسعة إذن لدينا هنا تسعة تسعة نكتب تسعة سبعة نائس ثلاثة إذن سبعة نائس ثلاثة أربعة أي الخارج هو أربعة على تسعة إذن لدينا هنا أربعة على تمانية عشر أربعة على تسعة وعشر إلى اتناشة إذن العدد الصحيح هو 4 على 9 ننطقل للعدد الثاني لدينا 6 على 6 ناقص 5 على 6 إذن لدينا في المقام 6 وفي البص 6 نطرح منها 5 أي 1 إذن لدينا هنا 1 على 6 4 على 6 11 على 12 الخارج هو 1 على 6 إذن نحيط 1 على 6 التمرين الثالث جو كمبلي لكولورياج جو كالكول إذن سنتمي بالتلوين ونحسب لدينا هنا 3 على 3 أي 3 أجزاء من 3 هنا 1 على 3 الوحدة مؤصمة إلى 3 لو أن جزء واحد ماذا ستساوي؟ إذن لدينا هنا في المقام 3 3 نطرح منها 1 أي 2 إذن سنلون هنا جزءاً جزءاً يمثلان 2 على 3 لأن الوحدة مؤصمة إلى 3 وأخذنا منها 2 لدينا هنا 3 على 4 أي 3 أجزاء من 4 وهنا 1 على 4 أي جزء واحد من 4 لدينا هنا في المقام 4 ثلاثة نطرح منها 1 الحصة الثانية الحصة الثانية إذن صفحة 86 جو كالكول إذن هنا نحسب لدينا 7 على 10 نطرح منها 4 على 10 إذن في المقام لدينا 10 وفي البص 7 نائس 4 أي 3 لدينا هنا في المقام 12 لدينا في البص 11 نائس 6 أي 5 ولدينا هنا 7 على 9 إذن 9 في المقام 7 نائس 2 تساوي 5 التمرين الخامس أكل عزيز 3 على 8 الفطيرة أحصول بائع على شكل عدد كسري إذن نلاحظ هنا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 أي 8 على 8 نطرح منها الجزء الذي أكله عزيز وهو 3 على 8 إذن لدينا هنا في المقام 8 8 نائس 3 5 ويبكن أن نستعمل التلوين أكل عزيز 3 على 8 إذن نلون هنا 3 أجزاء من 8 أجزاء إذن نلون هنا 3 أجزاء إذن تبقى لدينا هنا 1, 2, 3, 4, 5 أي 5 على 8 التمرين السادس لدى فاطمة مبلغ من المال أنفقت منه 5 على 8 لشراء أموس عربي وأمازيغي و2 على 8 لشراء لعبة كم بقية لديها إذن فاطمة أنفقت مبلغا من المال 5 على 8 لشراء أموس عربي أي 5 من 8 أجزاء إذن سنلون هنا خمسة أجزاء لتمثلنا 8 آموس العربي إذن لدينا هنا خمسة أجزاء 8 آموس العربي إذن خمسة أجزاء و2 على 8 لشراء لعبة إذن جزءان من 8 لشراء لعبة نلاحظ هنا في الرسم كم بقية لديها إذن هنا بقية لديها 1 أي 1 على 8 أي جزء 1 من 8 نجهز العملية في البداية عملية الجم إذن ما أنفقته لشراء الآموس العربي زائد 8 اللعبة يساوي لدينا هنا في المقام 8 خمسة زائد 2 أو نحسب الأجزاء الملونة تساوي 7 إذن 8 على 8 ناقص 7 على 8 في المقام لدينا 8 في البس 8 ناقص 7 1 أو نحسب عدد الأجزاء الملونة أي 1 على 8 وننتقل إلى التمرين السابع أحسب الفرق ثم أختزل إذا أمكن إذن سنحسب سنحسب هنا الفرق ثم نختزله إذا أمكن ذلك لدينا هنا 9 على 10 ناقص 7 على 10 إذن لدينا في المقام 10 9 ناقص 7 2 يمكن أن نختزل العدد إما نقصم على 2 أو نستعمل الضب 2 هي 2 في 1 10 هي 2 في 5 نختزل 2 مع 2 فيبقى لدينا 1 على 5 أو نستعمل الإسم ناقص 2 على 2 تعطينا 1 و 15 سأقصم 2 تساوي 5 هنا لدينا في المقام 6 7 ناقص 5 تساوي أيضا 2 إذن 2 هي 2 في 1 6 2 ضرب 3 نختزل 2 مع 2 فيسبق لدينا 1 على 3 لدينا هنا نلاقص في التمرين الثامن نلاحظ المثال ثم أنجز وأختزل إذا أمكن إذن سننجز بنفس الطريقة 1 ناقص 3 على 4 إذن مدى ما لدينا هنا في المقام 4 1 نساوي 4 على 4 ناقص 3 على 4 نفس المقام 4 ناقص 3 تساوي هنا 1 هنا خطأ 4 ناقص 3 تساوي 1 نصحح العملية إذن الخارج هو 1 على 4 هنا لدينا 1 هنا لدينا في المقام 6 إذن 1 هو 6 على 6 نطرح منه 5 على 6 إذن في المقام لدينا 6 6 ناقص 5 أي 1 هنا لدينا في المقام 8 إذن 1 هي 8 على 8 نطرح منه 2 على 8 في المقام لدينا 8 8 ناقص 2 تساوي 6 يمكن هنا أن نختزل العدد نقص هنا على 2 6 على 2 3 8 على 2 4 وننطئن إلى 8 9 9 ألاحظ كيف يتوزع استهلاك إحدى الأسر من الماء إذن هنا لدينا استهلاك أسرة من الماء في الطبخ تستعمل 3 على 10 وفي تنظيف البيت تستهلك 5 على 10 وفي الاستحمام علينا أن نجد العدد الذي يمثل استهلاكها في الاستحمام ما هو العدد الكسر الذي يمثل الاستحمام إذن ألف أتمم توزيع تمتيل هذا التوزيع إذن سنتمم توزيع إذن 3 على 10 ولدينا هنا الوحدة مؤسمع إلى 10 إذن 3 نأخذ 3 أجزاء ليمثل الطبخ إذن 3 أجزاء تمثل ما تستهلكه الأسرة للطبخ وخمسة على 10 تمثل تنظيف البيت إذن 5 على 10 يمثل لنا ما تستهلكه الأسرة من ماء لتنظيف البيت إذن 5 على 10 كم يتبقى الاستحمام نلاحظ هنا في الوحدة تبقى لدينا جزء 2 على 10 أجعل عمليتين اللازمتين ثم أختزل إلى أمكان في البداية نجمع ما تستهلكه الأسرة للطبخ وتنظيف البيت إذن نكتب 3 على 10 زائد 5 على 10 إذن لدينا هنا 10 3 زائد 5 على 10 هذا ما تستهلكه تستهلكه الأسرة للطبخ وتنظيف البيت إذن سنحسب هنا ما تستهلكه الأسرة العدد الكسري لما يمثل الاستحمام إذن العدد الكسري الذي يمثل الاستحمام هو إذن لدينا هنا وحدة مؤصمة إلى 8 أي 8 على 8 نطرح منها ما تستهلكه أي 8 عفو على 10 10 على 10 نطرح منه ما تستهلكه الأسرة للطبخ وتنظيف البيت 8 على 10 ونحسب لدينا في المؤام 10 10 نائس 10 2 نائس 8 2 يمكن أن نختزل هنا 2 في 1 و10 2 ضرب 5 نختزل على 2 فتساوي 1 على 5 إذن العدد الكسري الذي يمثل الاستحمام هو 2 على 10 وبعد الاختزال يساوي 1 على 5 لدعم أناتي المرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس لتصلكم كل الدروس